اشتركوا في القناة نتمنى لهذا البلد الأردن بلدنا في هذا الصباح نازلنا نتحدث عن فضائل مريم العدراء وهي كثيرة وطبعاً نحن هذا الشهر عم من كرسل لمريم العدراء كون شهر من أيار دائماً مكرس للصلاة من أجل مريم العدراء وتكريمها وتقديسها فإن شاء الله مريم العدراء بنعمها وعطياها بصلاتها بشفاعتها إنها تحقق كل طلباتكم اللي أنتوا بتوجهوها لإلها مريم نعم الميم محبة والروحانية والياء ينبوع والميم الأخرانية هي مسامحة ومغفرة حيلا ميمتين يعني وكأنها بتأكد بالاسم اللي معناه باللغة العدرانية مريم هي التقية السيدة الخدومة الفاضلة التقية شوفي حتى بمعنى الاسم قديش حاوية كل هالأسباء ولمن من نساء العالم أجمعين من من نساء العالم حملت أم وبتول نعم يعني هاي السيستم نظام الخلق والطبيعة اخترق الله في حالة منثودة عبر تاريخ العالم ويشهد على ذلك الجميع حتى المش مسيحيين نفخة من روح الله يسوع المسيح ابن من من البشر مين بيقدر اليوم من أي الأديان الموجود اليوم يقولنا المسيح من بني البشر ابن من من بني البشر يقف عاجزا أمام هذا الذهول هذا السر العظيم الذي اخترقه الله تعالى في حالة فريدة وخاصة في عملية التجسد وحلول الروح القدس في أحضان مريم مريم التي قالت نعم للحضرة الإلهية كي تربط السماء بالأرض مريم التي قالت نعم لتقول لنا وتعلمنا كيف نقول لا لا الفسق لا للفجور لا لكل العادات السيئة بحياتنا النعم المريمية تقودنا كخارطة طريق وميناء أمان يقود الإنسان المؤمن إلى أحضان الرب يسوع المسيح نعم فعلا يا أبونا يعني هي مؤعجاز معجزة بصدر إعجاز معجزات يعني أنه يتحقق هذا الشيء لكن إحنا علينا أن نؤمن مهما آل القديسين ومهما آل الأنبياء ومهما آلة الكتب أبونا إذا لم نؤمن هذه الكتب سفى للإنسان الغير مؤمن سبت تكون كلياتها كواكب بالسماء بتتفرج فيها ولا إله علينا أولا أن نؤمن يعني لما منقرأ لما منسمع كلام الله علينا أن نؤمن مريم العذرة كأي أم يعني مواصفاتها كأي أم يعني لما منشوف أمهاتنا كيف بتصرفوا معنا هيكي كانت سبت مريم العذرة مع يسوع يعني إحنا في حياة كبيئة طويلة ما منعرف عن يسوع إيش كان يعمل فيها لكبر شو يسوي لكن يسوع عاش 33 سنة على هالأرض وتحملت ستنا مريم العذرة كأي أم تحملت صعابح مظبوط أنه ابنها ابن الله لكن تحملت الكثير من أوجاع مؤلم اضطهاد تهجير جوزها كان نجار يعني أعطينا أخو بزنة كفافة يومني زي ما بيحكي الواحد كيف كانت حياتها كيف كانت تعيش من وين كانت تجيب مصاري كيف يعني يوسف النجار كان لفترة ما معاها لكن بعدين عرفنا ما عرفناش طبعا بالصبت أم تتوفى لكن تركها لحالها فبعتقد بعتقد أنه يسوع قام في عمل النجارة وكان نعم فكان يعمل نجارة ويبيع ويعيش هو وأمه هذا الشهر المبارك أيضا في احتفالات وطنية وبتخص كمان الأردن عنا 25 الشهر عيد الاستقلال استقلال الأردن 77 فنحن نتمنى لهذا البلد الأردن بلدنا وطننا الغالي ولشعبه ولحكومته ولجلالة الملك عبد الله الثاني كل المحبة واللط وأمنياتنا بالسلامة والصحة وظل هذا البلد آمن مطمئن بسلام عايش بحكومته الرشيدة بمؤسساته المدنية بالأمن العام بالأجهزة الأمنية بالجيش اللي احنا منعتزه من ابتخر فيه وأيضا بشعبه الكريم المعطاء المحب اللي صمد بالرغم من كل الظروف اللي منعيشها بالرغم من كل التحديات اللي بتمر علينا في هذا البلد لكننا نصامدون منحب وطننا منحب أرضنا منحب بلدنا ومنحب أمنه واستقراره نتمنى لجلالة سيدنا ولولي عهد الأمين خصوصا في الأيام اللي الأردن بتتحضر لأجمل الأوقات والفرح الكبير فرح سمو الأمير حسين بن عبد الله ولي العهد اللي إن شاء الله رح يكون الأردن بأجمل سواء من زمان ما شفنا الأمرة على رأس كبير للشباب نعم فنتمنى أنه يعني تكون أحسن الأوقات زي ما قولوا الله يتمم على خير بأي الظبطية هاي بدور عليها الله يتمم بخير وعن جد عم نشوف عمان عم تزهو بأجمل حلة وعم نشوف كل شي حلو قادي بنشوفه عم بتزين وعم بترتب وهيك وهالبروفات اللي عم بتصير يعني عن جد نتمنى التوفيق يا رب إن شاء الله يا رب طبعا اللي بيحضرنا من كل أنحاء العالم هالحاليا ومن الأردن خاصة من الدول العربية نحن نتحضر نعم لعرس زي ما حكى أبونا جورج لعرس سمو الأمير ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله فبواحد ست نهار الخميس القادم وهو عرس زي ما بقول وطني وأعلنت الدولة أيضا أنه يكون يوم عطلة هذا الخميس فنتمنى طبعا الفرحة الكبرى للأسرة الأردنية وخاصة ولي العهد طبعا عروسته رجوة نتمنى لها أيضا الخير يا ربي والتوفيق إنها تكون واحدة صارت من بناتنا كونها زوجة ولي العهد فهي رائعة جدا بمسيرتها ومحبتها وتواضحها وابتسامتها الابتسامة هذه اللي متميز فيها يعني